أستاذ سامية معاك سلام عليكم دكتور وعليكم السلامة ورحمة الله وبركاته دكتور عمر أنا بحبك في الله جدا قبنا يحفظك ويزيدك نور وبركة وفضل ونعمة ومدد أنا أم لتلات ولاد كبار مهندسين وده كثير طي حصلت مشكلة ما بيني وما بين ولدهم وهم حكموا علي بالطلاق هم اللي حكم هم اللي حكموا بصفة ايه المهم ايه أنا أعتذرت لهم على الغلطة دي وانا قلت لهم بيني وبين ربي شهيد ووكيل يعني أنا حمشي معاكوا بما يرجي الله رحت العمر ومشي في طريق الله وبروح دار مسنين يعني بما يرجي الله المهم لا عليش بعد ذلك أنت بتروح دار مسنين أنت تعودي فيها لو بتروح دار مسنين عشان تزور الناس اه تزور الناس تزور الناس حلوة حلو مصارح الخدمة دي ربنا يباركلك فيه تفضلي رحت عمره وعند بيت الرسول ودعيت ربنا كبير يا رب ربنا يتقبل اه وبعدين المهمة وصلت وصلت جميع أفراد العيلة كبير وصغير عن رجوع رجوع لأبوهم اه أنا بقيت أنا من شهر تمانية وأنا منبصلة وهم ما حد بيجي خبط علي بابي ولا حد يقول لي أنت فين هم بيبروني البنات ايه ازيك الله يتلمك وأنا مش عارفة حل المشكلة دي ازيك طيب سبيني أكلمهم بقى سبيني أكلمهم يعني بصوا جماعة كون حضراتكم بقى تلبسوا سوب الأنقياء الأبرار ما حدش يقول لي ما تكلمناش كده دي أمكم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها سبب لوجودكم ما ما حصل عملت كبيرة سرقت فلوس أبوكم عملت عملته ده مش هيغير حاجة من أن هي أمكم والصحابة فعلوا ووقعوا في ده وتابوا عايزين تعملوا ايه عايزين تعملوا في كون الله أن انتوا تخلوا الصمعة أهم من الأمومة والأبوة لا لأسف ده مش هينفع مش هينفع وقضى ربك قال لا تعبده إلا إياه وبالولدين أحسن لازم تحسنوا إليه اللي انتوا بتعملوا ده وقت قسوة وقسوة لا معنى لا مهما حصلت وما حدش يجي يقول لي تب ما إحنا هنتصد بكم ونقولك عملت إيه عملت العملته سيت تابت بتعملوا كده ليه تعملوا كده ليه أقول لكم حاجة حد فيكم هيقدر يقابل ربنا لو إن حصل لها حاجة من قسوةكم عليها هتقفوا أصد ربنا إزاي هي على حتى على لو أنتوا شفتوا عملت معصية وما تلقش بمقام حضراتكم لك ربنا يغفر الله اتقوا الله فيها اتقوا الله فيها هي مزارت حتى الآن أم ولها دعوة ما ما حصل منها أنا عايزة أخلي البشر بس يبطلوا فكرة وصمة الإنسان وتنجيس الإنسان الإنسان ما بتنجيس مدام بيحيا في ملك الله له أن يتوب عايزين تقفوا صدين بينها وبين التوبة ليه طيب يا سيدي أنا معرفش بأي حاجة أنتوا حكمتم أنتوا تطلقوها من أبوكم ولي أفترض خلاص طلقت على قالوا هدوها لكن أنتوا عايزين تخلصوا عليها يعني لا 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 ده لا دين ولا أخلاق ولا مجتمع يسمح بدا ده وكأنني باسمع فيلم يعني ده ملوش دعو بالدين الله سبحانه وتعالى مهما كانت أخطأت هي تستظل لأمك مهما كانت أخطأت هي اللي ربتك كون حضرتك قلت بقى الخديعة والأسى والوجع ويتابت المفروض أنتوا حضرتكم اللي تحموها ولادها الرجال هم اللي يحموها هم اللي يخرجوها من اللي هي فيه مش أنه يكونوا عونا للشيطان عليها هتعملوا إيه لما قابلكم حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون عونا للشيطان على أخيك فمن ملك لا تكون عونا للشيطان على أمك فمين فعش رأيي مش رأيي الواجب اللي عليكم أن أنتوا تقفوا جنبها ومهما كانت تقبل وتوبتها ولو كان فيه باب من أبواب الرجوع لولدكم أنتوا خلاص كبرتوا فحياتكم لازم ترجع تاني عشان دي أمكم مش هينفع تتخلصوا منها ولا ينفع تسيبوها وهتتحسبوا عليها هتتحسبوا عليها مهما عملت لابد أن أنتوا تتقن الله سبحانه وتعالى فيها فاتقوا الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر